السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الأعزاء يارب تكونوا بخير معكم يسرد وحسن من قناتكم تأسيس وحدانة في البيت النهاردة ان شاء الله هعمل لكم ريفيو أو هعرض لكم محتوى كتاب سلاح التلميذ في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أو الترم الثاني طبعا سلاح التلميذ هنشوفه مع بعض ودلوقتي هو غير في شكله كتير بالمقرنة حتى بالترم الأول بتاع الصف الرابع هو غير وطور من شكله بطريقة حلوة جدا يعني الكتاب بتاع التدريبات أو الملحق بتاع المراجعة والامتحانات والإديابات النموذجية ده كان تقريبا نص الحجم ده فهم عملوه بنفس حجم الكتاب الكبير لأن طبعا الاول ما كانش حلو قوي كان صغير والكلام فيه كان مضغوط وكان بيبقى ايه آآ سهل انه هو يضيع في اي مكان او كده عشان حجمه طبعا دلوقتي طبعا الكتاب كبير هو نفس حجم الكتاب آآ آآ اللي هو بتاع الشرح هنشوف مع بعض كتاب الشرح الاول وبعد كده نشوف كتاب التدريب هنلاحظ حاجة حلوة في سلاح التلميز عملها الترم ده ان هو آآ جودة بتاعت الورق بقت احسن من الترمي الاول كان فيه ناس كتيرة بتشتكي ان الورق بيتقطع بتاع الكتاب بسهولة وان كتب سلاح التلميز بتتقطع بسهولة بصراحة الورقة يعني بقت متينة والالوان بتاعتها بقت جزابة اكتر وطبعا عامل ايه هنا زي ما احنا شايفين تدريبات في البداية مراجعت على كل ايه كل ما سبق من الاساليب والتراكيب طبعا اللي ايها موجودة احنا عارفين ان الساحة تلميز دايما بيكتر في الاسئلة من النوعيات دي ومحتاج طفل عايز يشتغل آآ كتير طفل متأسس ومحتاج يشتغل انا طبعا بي عرض كل الكتب وزي ما قلت لكم حرية الاختيار كل واحد على حسب قدرات طفله او على حسب استيعابه يعني طفل متأسس كويس جدا في القراءة الكتابة ومتفوق ومحتاج يحل كتير هنلاقي هنا طبعا الكتاب هنا في اسئلة كتيرة جدا واحنا كلنا طبعا عارفين كتاب سريحة تلميز من زمان يعني في التأسيس وفي المنهج وفي كله كويس جدا كل ده لسه تدريبات ومراجعات نحاول نجيب الكتاب بدري شوية علشان الاولاد ما يتضغطوش نحل التدريبات دي ونراجع ونشغل دماغه بشوية كده وبعد كده نبدأ في المنهج طبعا زي ما قلنا الالوان بقى اتجزابة اكتر بطريقة ممتازة الصراحة وجودة الكتاب برضو بقى الصفحات متينة والالوان حلوة وفي ميزة برضو في سلاحة الميزة ان هو هنا قصص الاستماع يعني قصص الاستماع الماء سر الحياة المفروض ان احنا ما الاولاد ما يعرفوش معاني مشوطلبين بحفظ معاني المفردات يعني الخاصة بالقصة فبنبدأ هنا في سلاحة الميزة هنلاقيه جايب لنا كل معاني المفردات والمضاد والجامع وكل حاجة تمام في بعض الكتب مش جايبة النقطة دي في قصة الاستماع بيشرح قصة الاستماع فقط انت طبعا زي ما قلت على حسب قدرات التفل لو انت عايزيب عنده حصيلة لغوية اكتر وهو مستعد لكده وعنده يعني استعداد نفسي وبيتقبل يبقى هنبدأ نشتغل معاه من كتاب قوي زي سلاحة الميزة وطبعا الاسئلة بتاعته برضو اهي كتيرة جدا متنوعة عن قصة الاستماع وبيجيب لنا كمان دليل يعني هو اهم ميزة فيه برضو ان هو دليل المعلمين المبتدئين او دليل لوالي الامر اللي هو يبدأ يشتغل منه وبيعرفك كل حاجة هنا هتبدأ تشتغل ازاي والانشطة بتتحل ازاي والكراءة الصامتة ازاي الكراءة الجهرية بيعرفك كل حاجة خاصة بالقصص او بالنصوص او بالتعبير او بكل شيء بيعرفك قبل البداية كده هتشتغل ازاي طيب هنا هنبدأ طبعا الميزة برضو ان هو بيجيب لنا الانشطة بتاعته بيبدأ يجيب لنا معاني المفارضات للطفل قبل ما نبدأ ندخل برضو على النشيد اهو عشان يعرفهم بمعاني المفارضات الاول ويشغل دماغهم ومعد كده نبدأ ناخد النشيد العلوان زي ما قلنا جزيبا معاني المفارضات كلها كتيرة ومعد كده شرح الابيات وتدريبات طبعا زي ما احنا شغل فيها تمام يبقى ده كده الكتاب ايه الكبير طبعا انتو لما تمسكوا الورقة بنفسكوا وتلاحظوا ان هي بقت متينة اكتر من الاول يعني الطبعة بتاعت الترمي التاني ده صراحة جيدة جدا وفيها تطوير واهتمام اكتر من الترمي الاول وبعد كده هندخل بقى اهو على النحو ورفع الفاعل وبعد طبعا بيجيب لنا هنا قراءة متحررة بعد كل درس قيم نفسك زي اختبار كده للاطفال وبعد كده اهو انشطة سلاح التلميز على كتابة مطوية يبدأ يجيب لنا امثلة متحللة هنا مثال ومتحلل بصراحة ميزة فيها حلوة جدا بيساعد اه الاطفال والمعلمين كمان وهنا ايضا بيجيب لنا مطوية ويطلب منك تحليلها ويجيب بعدين يجيب مطوية وجايب هو التحليل والمفرض ان احنا نكتب المطوية ونستعين العناصر اللي هو بيبقى جايبها لتحت وبعدين في الاخر بقى يقولك اكتب انت بقى مطوية وكمان التحليل بتاعها او التقييم بتاعها كل طفل يقيم نفسه هنا الاختبارات طبعا على الموضوع الاول او على الوحدة الاولى هنا الاختبار الاول والثاني طبعا نخلي الاولاد دي حلوا الاختبارات دي لوحدهم تماما ونختبرهم ونشوفهم ونديهم درجة كده ونفرحهم ولو غلط نقوله عادي جدا الاخطاء فرص للتعلم ونعيب تاني ومفيش مشكلة خالص ما نخوفهمش ونرهبهم يعني من فكرة الاختبار احنا عايزين بس ندربهم بعد كده الموضوع الثاني طبعا هيبقى بنفس الطريقة معاني المفرضات كتيرة عايزة الطفل يكون متأسس كويس جدا ومحتاج بقى انه هو يحل كتير لو الطفل متأسس كل ده يبقى سهل جدا بالنسباله تمام بعد كده طبعا شرحه للأسليب والتدكيب او النحو بطريقة ممتازة برضو يعني هنا تذكير الفعل الماضي وتأنيثه مع تأنيثه مع الفاعل بيشرح الامثلة بالصور كل ده اهو نحو وجاب لنا هنا كمان اهو جزء بيبقى بالايه بالاملاء واللي ده بخاص بايه بسلاح التلميز هنشوف طبعا في النهاية خالص كل الكتاب اهو بنفس الجودة ونفس الالوان وفي الاخر طبعا بيبقى عندنا اختبارات وانشطة تكتيرة في نهاية ايه الكتاب وبيجيب لنا كمان هنا زي كده معجمي الصغير يجيب لنا كل الكلمات دي على فكرة اللي بتبقى موجودة في الكتاب المدرسي معين المفردات كلها الكلمة ونوعها ومعناها والمضاد والمفرد او الجمع بيجيب لنا الخريطة دي كده او الدموع جم ده في نهاية الكتاب ده طبعا خاص بايه بسلاح التلميز طبعا انا بعرض لكم ان شاء الله لو عايزين اعمل مقرنات بين الكتب بسلاح التلميز مسلا والاستاذ او العطواء او كده عرفوني عشان اساعدكم في ان انتو تختاروا الكتب لأولادكم بطريقة صحيحة. وده طبعا آآ الكتاب الصغير بتاع التدريبات. احنا ممكن نديبه بقى نخلي الاولاد تبدأ تحل فيه. يراجعوا على كل الكلام ده. الكواعد الاملائية كلها على الحروف المتشابهة في النطق. شايفين الكلام ده يعني الاولاد في كيجي بياخدوا الكلام ده او من اولى ابتدائي. فطبعا مراجعت على كل القديم. عشان الحاجات دي لازم تثبت كويس كويس او في دماغ الاطفال. التنوين الشدة. وانواع الشدة واللان الشمسية والقمرية والتق المربوطة والالف اللي هنا كل دي مراجعات وتحتيها آآ اسئلة المفروض الطفل يحلها او تدريبات. عشان تثبت عنده الكلام ده كله. والف الوصل. وهمزة القطح. الهمزة المتطرفة على السطر. علامات التركيم. بتيجي طبعا في كل الامتحانات بعد كده. تحديد الكلمات الى مقاطع صوتية. ده اللي بيساعد الطفل ان هو يقرأ ويكتب ويتملأ املأ كويس جدا. القواعد النحوية الجديدة بقى بالمنهج. بادي اكتب عنا. هيبقى جاب لنا كل القواعد الاتيمة هنا. وتدريبات عليها. وهنا طبعا آآ القواعد الجديدة كلها اللي اخدوها في الترم ايه? في الترم الاول. دركنا الجملة الاسمية. الجملة الفعلية. زرف الزمان والمكان. حروف الجر وشبل الجملة. وبعد كده بقى انشط اقتين على القواعد النحوية كلها. وبعد نجد دينا مراجعات من الكتاب المقرر بقى على النصوص هنا والدروس بتاعتنا. كلها هي. وبعدين في اختبارات النهائية على المنهج كاملا. على المنهج كله بقى يبدأ يجيب لنا ايه? اختبارات. الاختبار النهائي الاول والثاني. طبعا مجموعة اختبارات حلوة جدا للاولاد. يعني اسبها مستواها وما ندربهم على نظام الاختبارات طبعا عشان ننجحزهم آآ للابتحان. بطريقة حلوة. هنا بقى الاجابات كلها انها مزاجية موجودة في نهاية الكتاب بطريقة اوضح. بصراحة من الترم الاول. طريقة حلوة جدا. وملونين طبعا هنا محديدين الانشطة علشان يساعد وليه الامر انه هو طبعا لو هيذاكر مع ابنه لوحده في البيت او هيحله مع بعض لوحده من غير معلم او من غير دروس. هيبقى الموضوع سهل بالنسبة له ان يراجع مع طفله ويتأكد من الاجابة بتاعته. ما ان الحلقة تكون عجابتكم النهاردة ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة ان شاء الله هنشرح المنها كله مع بعض. واعرفوني في التعليقات. هنشرح ان شاء الله من كتاب آآ الاستاذ ومن كتاب سلاحي التلميذ. وايضا من كتاب قطر النجا على صفحتنا على الفيسبوك. هسيب لكم لينك الجروبات بتاعت الفيسبوك لو عايزين شيتات ومذكرات تعليمية. وشرحات من كيجي وان. وفي جروب لكيجي وان وكيجي تو. جروب تاني. اللي اولة وتانية وتالتة. وفي جروب لمذكرات رابعة وترمي التاني كلها. كل المذكرات بنزلها على الجروبات اللي حابب يشترك. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. استوديعكم الرحمن الذي لا تطيع لديه الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.